هو بيكتب هو بيبقى عايش قصة حب ممكن تكون قصة الحب دي من طرف واحد فبيكتب الشعر كويس نتيجة المشاعر بس هو في نفس الوقت بيبقى بيبعت لها رسالة بالشعر عشان تحبه عشان تنتبه لحجم ما هو عنده وبعدين بقى ممكن يعني ايه خلينا اقولك يعني يعني اديك سر كده من اسرار الشعراء هو ممكن يكون كاتب قصيدة من فترة وبعدين يشوف خلاص يعني اللي كتب فيها القصيدة علاقته بيها انتهت وكده وبعدين يشوف واحدة تانية يقول لها القصيدة عشان تحبه وكأنها مكتوبة فيها يعني اه